اشتركوا في القناة الشعب العلمية والتقنية أي شعبة علوم تجربية رياضيات تقني رياضي وكذلك تسيير واقتصاد هذه الوحدة هي الوحدة الرابعة بعنوان التقليد والتجديد في النتاج الشعري وهي من المحور الأول العصر العباسي الأول إذن لدينا في هذه الوحدة النص الأدبي بركة المتوكل للبحتري درس القواعد أفعال المدحي والثم في الأسبوع الثاني لدينا النص التواصلي من مظاهر التجديد والتقليد في الشعر العربي للدكتور شوق ضيف كذلك نشاط التعبير الكتابي تصحيح موضوع التلخيص بالإضافة إلى المشروع وكذلك الوضعية الإبداعية والوضعية النقدية إذن هذا فيما يتعلق بالوحدة الرابعة أهم الدروس الموجودة في هذه الوحدة اليوم سنتطرق إلى النص الأساسي في هذه الوحدة وهو النص الأدبي بركة المتوكل للبحتري إذن سنتعرف في هذه الوحدة على مظاهر التقليد والتجديد عند الشعراء في هذه الفترة إذن ليس كل ما قدمه الشعراء يعتبروا جديدا فهم قلدوا في جوانب وجددوا في جوانب أخرى وهذا ما سنتعرف عليه في هذه الوحدة أين هي مظاهر التقليد وأين هي مظاهر التجديد في الشعري العباسي نبدأ أولا بالتقديم للنص لقد شغل الوصف في الأدب الجاهلي والإسلامي معظم قصائد الشعراء في تصويرهم لمظاهر الطبيعة الحية حية وجامدة غير أن الشعراء العباسيين اهتموا بتصوير الجانب المادي من الحضارة الجديدة إذن هنا نتحدث عن شعر الوصف يعتبر هذا الغرض الشعري وهو الوصف من أهم الغرض الشعرية التي شاعت عند الشعراء منذ القديم أي من الأدب الجاهلي وكذلك الإسلامي معظم القصائد عند الشعراء كانت متبطة بهذا الغرض الشعري فتكاد لا تخلو قصائد أغلب الشعراء من الوصف فقد صوروا الكثير من المظاهر الطبيعية وقد سبق وأن تعرفتم على هذا الغرض الشعري في برنامج السنة الأولى من التعليم الثانوي مثلا عند الشعر الجاهلي عبيد بن الأبرس في وصفه لظاهرة البرق والمطر وكذلك في شعري صدر الإسلام من خلال وصف الشعراء الفاتحين للبلدان والمناطق الجديدة التي تعرفوا عليها نتيجة شعر الفتوحات الإسلامية فهو ليس بالموضوع الجديد بل موضوع قديم مجد منذ العصر الجاهلي غير أن الشعراء العباسيين اهتموا بتصوير الجانب المادي من الحضارة الجديدة لكن الجديد فيه في العصر العباسي أن الشعراء العباسيين بدأوا في تصوير الحضارة الجديدة أو المدنية الجديدة التي عاشها العباسيون لقد تعددت الموضوعات الوصفية فشملت جميع الحياة عند العباسيين حتى إننا نرى الشعراء يسجلون الحياة داخل البيوت والقصور وما فيها من وسائل اللهو والتسلية إذن بالنسبة للشعراء في العصر العباسي فقد مالوا إلى وصف كل مناحي الحياة الجديدة التي عاشوها مثلا القصور البيوت كذلك وسائل اللهو والتسلية النافورات الحدائق وكل ما يمثل هذه المدنية الجديدة التي عاشها العباسيون ولكن رغم هذه الأمور الجديدة التي ظهرت في شعر الوصف العباسي إلا أن الشعراء العباسيون ظلوا ينظمون في الأغراض القديمة التي كان ينظم فيها الجاهليون والإسلاميون إذن الوصف ليس بالغرض الجديد بل هو غرض شعري قديم وهنا نقول أن هذه الأغراض القديمة هي الأمر الذي حافظ عليه العباسيون أيضا مع التقدم العقلي الخاصب وكذلك الذوق المتحذر المرهف سار التجديد في الشعري العباسي من هنا نستنتج أن الشعر في العصر العباسي جمع بين التقليد والتجديد فالتقليد يظهر في الأغراض الشعرية القديمة التي حافظ عليها الشعراء العباسيون ولكن التقدم العقلي الخاصب وكذلك الذوق المتحذر المرهف هو الذي جعل التجديد يسري في الشعري العباسي وهذا ما سنتعرف عليه أكثر من خلال نموذج وصف بركة المتوكل للبحتوري نتعرف أولا على صاحب النص من هو البحتوري البحتوري هو أبو عبادة الوليد بن عبد الله الطائي ولد في منبج سنة 206 للهجرة منبج هي مدينة سورية حاليا نشأ في البادية فغلبت عليه فصاحة العرب إذن أولا اسمه الكامل هو الوليد بن عبد الله الطائي وهو أحد الطائيين وهما أبو تمام والبحتوري لقب بالبحتوري نسبة إلى جده بحتور فلقب بالبحتوري أما أبو عبادة فهو كنية الشاعر ولد في منبج وهي من البوادي فنشأ نشأة بدوية وبذلك غلبت عليه فصاحة العرب إذن اكتسب هذه الفصاحة فصاحة اللغة من النشأة البدوية سافر إلى بغداد فلقي أبو تمام إذن التقى بالشاعر أبو تمام ولزمه حتى تخرج على يديه إذن أستاذه هو الشاعر أبو تمام وتقد تأثر به وأخذ عنه طريقته في البديع أو ما يسمى بالصنعاء اللفظية إذن اقتبس طريقته في البديع فأبدع البحتوري في قول الشعر حتى فاق أستاذه إذن البحتوري تلميذ الشاعر أبو تمام وبذلك أخذ عنه أو تأثر به فأخذ عنه طريقة الصنعاء اللفظية أي الإكثار من البديع في الشعر توفي سنة 286 للهجرة وقد ترك لنا ديوانا ضخما وكتاب الحماسة الذي يضم بين دفتيه مختارات من شعري نحو 600 شاعر أكثرهم من الجاهليين والمخضرمين وما هو معروف أيضا عن الشاعر البحتوري أنه اتصل بالفتح بن خاقان وزير المتوكل وكذلك بالشاعر المتوكل وأصبح شاعره الخاص تكسب منهما مالا كثيرا يعتبر البحتوري شاعرا مكثرا أي كثير الشعر كذلك متكسب أي أنه يكسب المال بشعره يحسن المديح وهو من أكثر الشعراء الذين مدحوا الخليفة المتوكل كذلك يجيد الهجاء ولكن أكثر الأغراض الشعرية التي عرف بها الشاعر البحتوري هو أغراض الوصف هذا فيما يتعلق بصاحب الناص نأتي الآن للتعرف على مضمون القصيدة التي بعنوان بركة المتوكل للبحتوري إذن الشاعر هنا يتحدث عن بركة الخليفة المتوكل قال البحتوري يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها والآنسات إذا لاحت مغانيها يا دمنة جاذبتها الريح بهجتها تبيت تنشرها طورا وتطويها بحسبها أنها في فضل رتبتها تعد واحدة والبحر ثانيها ما بال دجلتك الغيرة تنافسها في الحسن طورا وأطوارا تباهيها تنصب فيها وفود الماء معجلة كالخيل جارية من حبل مجريها كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجري في مجاريها فحاجب الشمس أحيانا يغازلها وريق الغيث أحيانا يباكيها إذا النجوم تراءت في جوانبها ليلا حسبت سماء ركبت فيها لا يبلغ السمك المحصور غايتها لبعد ما بين قاصيها ودانيها لهن صحن رحيب في أسافلها إذا انحططنا وبه في أعاليها صور إلى صورة الدلفين يؤنسها منهن زواء بعينيه يؤازيها تغني بساتينها القصوى برؤيتها عن استحائب منحلا عزاليها نعتي الآن إلى شرح بعض المفردات الصعبة في هذه القصيدة في البيت الأول يقول الشعر يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها والآن سات إذا لاحت مغانيها المغاني بمعنى المساكن في البيت الثاني يا دمنة والدمة هنا المقصود بها بقية الماء في حوض البركة في البيت الثالث بحسبها بمعنى يكفيها يكفيها أنها في فضل رطبتها تعد واحدة البيت الرابع ما بال دجلتها وديجلة هو نهر بالعراق ما بال دجلتك الغيرة تنافسها في الحسن طورا طورا بمعنى أحيانا وأطوارا تباهيها تباهيها أي تفضل نفسها عليها في البيت الخامس تنصب فيها وفود الماء معجلة تنصب أي تتدفق وفود الماء بمعنى المياه المتدفقة معجلة مسرعة كالخيل جارية من خيل مجريها مجريها أي راكبها في البيت السادس كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائك والسبائك جمع سبيكة وهي الفضة المذابة مجري في مجريها أي في أماكن جريانها في البيت السابع فحاجب الشمس أحيانا يغازلها وريق الغيث أحيانا يباكيها فحاجب الشمس أي أشعة الشمس أما ريق الغيث فهو أول المطر وكذلك الصافي منه في البيت التاسع لا يبلغ السمك المحصور غايتها غايتها بمعنى نهايتها لبعد ما بين قاصيها ودانيها القاصي بمعنى النهاية أو البعيد والداني هو بداية البركة أي القريب هنا صحن رحيب في أسافلها إذن حططنا وبهو في أعاليها والصحن مقصود به صحن الدار أي وسطها والمراد هنا قاع البركة رحيب بمعنى واسع في أسافلها إذن حططنا وبهو والبهو هو المكان الواسع أيضا في البيت العاشر صور إلى صورة الدلفين يؤنسها وهنا يتحدث عن صورة الدلفين أو تمثال الدلفين الموجود أمام البركة منه انزواء بعينيها ينظر إلى الجانب يؤازيها بمعنى يؤنس البركة في البيت الثاني عشر تغني بساتينها تغني بمعنى تستغني بساتينها القصوى برؤيتها برؤيتها هنا بمعنى الارتواء من مياه البركة عن السحائب منحلا عزالها منحلا عزالها بمعنى منفتحا بالمطر وهنا يتحدث عن نهمار المطر من السحائب إذن هذا بالنسبة لشرح المفردات تأتي الآن إلى الحقل الدلالي البارز في النص فالشاعر استعمل حقلا دلاليا بارزا وهو الطبيعة ألفاظ الطبيعة هي الألفاظ البارزة في هذه القصيدة مثل الماء البحر دجلة البركة الليل النجوم الخيل المجاري الشمس الغيث السحائب البساتين وكلها تصب في مجال واحد وهو مجال الطبيعة إذن هذا بالنسبة لشرح المفردات وكذلك للمجال الدلالي نبدأ باكتشاف معطيات النص السؤال الأول ما المضمون العام للقصيدة إذن المضمون العام لهذه القصيدة هو الوصف وهنا وصف مظاهر جمال بركة المتوكل فالشاعر يصف حسن وجمال هذه البركة ومن خلال وصف حسنها وجمالها فهو يمدح الخليفة المتوكل لأنه هو من أنشأ هذه البركة السؤال الموالي ما مفهوم العبارة يا من في البيت الأول في العبارة نداء وهنا دعوة للتأمل ورؤية جمال البركة كذلك لفت للانتباه لما يحيط بهذه البركة من الجواري المؤنسات وكذلك من منازل وخضرات تسحر كل من شاهدها ويظهر ذلك في قول الشعر في الشطر الثاني والانسات إذا لاحت مغانيها فهنا إشارة إلى ما يحيط بهذه البركة من مظاهر الجمال السؤال الموالي ما المنزلة التي تحتلها البركة إذن منزلة هذه البركة هي الأولى فقد فاقت البحر في الحسن والجمال وسعة العطاء والجود عند المقارنة بينهما ويظهر ذلك في البيت الثالث في قول الشعر بحسبها أنها في فضل رتبتها تعد واحدة والبحر ثانيها إذن هي الأولى في الحسن والجمال فقد فاقت البحر والبحر دليل السعة والعطاء وهنا إشارة إلى أن هذه البركة أيضا فاقت البحر من حيث السعة والجود والعطاء عند المقارنة بينهما وهنا إشارة إلى جود وعطاء الخليفة المتوكل السؤال الموالي ما موقف نهر دجلة من البركة يظهر ذلك في البيت الرابع في قول الشعر ما بال دجلتك الغيرة تنافسها في الحسن طورا وأطوارا تباهيها فهنا موقف نهر دجلة من البركة هو الغيرة فهو ينافس البركة في الحسن والجمال وأحيانا يفضل نفسه ويتباهى عليها السؤال الموالي بما شبه سرعة المياه التي تنساب فيها إذن شبه مياه البركة المتدفقة بالخيل التي تفلتت حبائلها فانطلقت بأعلى سرعة وهذا يدل على سرعة مياه البركة والخير الموجود فيها لأن الخيل ترمز للخير الكثير فهو أشار إلى هذا المعنى أيضا من خلال هذا البيت الشعري فهو إشارة إلى سرعة مياهها وكذلك إلى الخير الموجود فيها السؤال الموالي كيف عبر الشاعر عن شدة صفاء ونقاء هذه البركة إذن عبر الشاعر عن شدة نقاء وصفاء هذه البركة بقوله كأنها فضة بيضاء زادها صهر سبائكها نقاء وصفاء فازداد بيضها ويظهر ذلك في البيت السادس في قوله كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجري في مجارها لأن الفضة عند صهرها تزداد صفاء ونقاء وبيض السؤال الموالي كيف تراءت البركة لشاعر في وقت الأصيل ووقت الأصيل هو وقت غروب الشمس إذن تراءت له وكأنها تتضاحك مع الشمس وتبكي وقت نزول الغيث فهي تتفاعل مع الطبيعة ويظهر ذلك في البيت السابع في قوله فحاجب الشمس أحيانا يغازلها وكأن حاجب الشمس عند المغيب يغازل ويضاحك البركة كذلك ريق الغيث أحيانا يباكيها وكأنها تبكي وقت نزول الغيث أي أنها تتفاعل مع عناصر الطبيعة السؤال الموالي في أي وقت يكون منظر البركة أجمل ولماذا؟ إذن تكون أجمل ليلا وذلك حين تنعكس صورة السماء بنجومها وكواكبها على سطح البركة وكأنها مركبة فيها وهذا لشساعتها وصفاء مائها إذن هنا أراد أن يعبر عن شدة صفاء البركة وكذلك شساعتها لدرجة أن السماء بما فيها من نجوم وكواكب تنعكس على سطح البركة ويظهر ذلك في البيت الثامن في قوله إذا النجوم تراءت في جوانبها ليلا حسبت سماء ركبت فيها السؤال الموالي هل يبلغ السمك عمق البركة لماذا؟ إذن لا يبلغ السمك عمق البركة وهذا للبعد بين طرفيها ولعظم البركة واتساعها ويظهر ذلك في البيت التاسع في قوله لا يبلغ السمك المحصور غايتها لبعد ما بين قاصيها ودانيها فهنا أرد أن يعبر عن شساعة هذه البركة وشدة اتساعها السؤال الموالي لماذا تستغني البساتين عن السحب الممطرة؟ إذن تستغني البساتين عن السحب الممطرة لارتوائها بمياه البركة وفي هذا دلالة على وفرة مياهها فهي تكتفي بالارتواء من مياه البركة وتستغني عن هذه السحب هذا فيما يتعلق بالاكتشاف ننتقل الآن إلى المناقشة هل تجد الشاعر مبالغا في وصفه للبركة؟ إذن نعم الشاعر بالغ جدا في وصفه للبركة لأنه جعلها أعظم من البحر وكذلك جعل دجلة تغار من حسنها وجمالها ولهذه المبالغة غرض محدد وهو مدحو الخليفة المتوكل على الله إذن من خلال إبراز محاسن وجمال البركة الشاعر يهدف إلى مدحو الخليفة المتوكل على الله السؤال الموالي هل ترى أن نص البحتري وثيق الصلاة بالبيئة علل؟ نعم نص البحتري هذا وثيق الصلاة بالبيئة فهو يعكس مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية والحضارية في العصري العباسي إذن حياة الطرف حياة القصور وما فيها من براك وحدائق ومحاسن ذلك الجانب الحضاري وهو في التمدني والتطور والرقي الذي وصل إليه فن العمارة في العصري العباسي إذن هذه بعض جوانب البيئة العباسية السؤال الموالي عما يكشف النص إذن يكشف النص عما كان يعيش فيه الخلفاء العباسيون من مظاهر الطرف والنعمة ويكشف كذلك عن المستوى الفني والحضاري الذي وصل إليه فن العمارة في العصري العباسي إذن من خلال وصف الشاعر نستنتج حياة الرخاء والطرف وكذلك النعيم التي عاشها الخلفاء في القصور وما يحيط بها من مظاهر الحسن والجمال كذلك نستنتج المستوى الفني والحضاري الذي وصل إليه فن العمارة من خلال تشييد البرك والنافورات وكذلك التماثيل مثل قوله صور إلى صورة الدلفين وهنا التماثيل المحاذية لهذه البرك البساتين المجاورة لها وغيرها إذن كل هذه الأمور نستنتجها من خلال هذا النص السؤال الموالي نقل شاعر مشاهد تنبض بالحياة استخرج بعض الأمثلة بالنسبة لوصف الشاعر فهو يبث الحياة في الأمور التي يصفها مثل قوله دجلة كالغيرة تنافسها فهنا شخص نهر دجلة وجعله مثل المرأة التي تغار وتنافس البركة كذلك في البيت الحادي عشر حاجب الشمس أحيانا يغازلها وريق الغيث أحيانا يباكيها فهنا شخص الشمس في مغيبها وكأنها تغازل البركة وكذلك المطر فلقد شخص الشاعر كلا من نهر دجلة والماء والشمس والغيث وبث فيها الحياة وجعلها تنافس وتغار وتغازل ننتج الآن إلى السؤال الموالي إذن بعدما تعرفنا على معاني القصيدة وكذلك ناقشنا بعض المضامين الموجودة فيها يمكن الآن تلخيص مضمون الأبيات بالنسبة للتلخيص نقول إنها بركة حسنة تداعبها الريح تفوق البحر رتبة وتظاهي دجلة جمالا ماءها فياض في الضيون الشمس والغيث ونجوم الليل والسمك والصور والبساتين كلها تلازم البركة لتعبر بطريقتها الخاصة عن مدى مغازلتها للبركة إذن هذا نموذج فقط للتلخيص ويمكن التلخيص بطريقة أخرى ننتقل الآن إلى بناء النص استخرج الألفاظ الدالة على الحركة واللون إذن نلاحظ أن الشاعر استعمل الكثير من الألفاظ التي تدل على الحركة مثل قوله تنصب جارية ثائلة معجلة وكذلك استعمل بعض الألفاظ الدالة على الألوان مثل قوله الفضة البيضة الليل الشمس كذلك وظف الشاعر النعوت والأحوال بكثرة مثل لذلك أمثلة النعوت والأحوال في الناس في قوله تنصب فيها وفود الماء معجلة كذلك الفضة البيضاء أيضا في قوله جارية جارية كالخيل جارية أيضا المحصور السمك المحصور لهن صحن رحيب كذلك البركة الحسناء إذن الحسناء صفة منحلا كذلك حال وهكذا إذن النعوت والأحوال موجودة بكثرة في القصيدة من خلال هذه الخصائص يمكن أن نستنتج النمط نمط الغالب على القصيدة إذن ما نمط النص الغالب على القصيدة حديد خصائصه واضح هو النمط الوصفي لأن الشعر يصف مظاهر وجمال بركة المتوكل أما من حيث الخصائص فوظف النعوت والأحوال بكثرة كما رأينا كذلك الإضافات مثل قوله فود الباء حاجب الشمس ريق الغيث إذن هذه بعض الإضافات الموظفة في النص أيضا الجمل الإسمية بكثرة الأسلوب الخبري وهو الأسلوب الملائم للوصف كذلك الأفعال المضارعة الدالة على الحركة والاستمرارية مثل قوله تنصب كذلك مثل قوله تراءت أيضا غازل يوباكي وغيرها من الأمثلة أيضا كثرة الصور البيانية في النص مثل التشبيه في قوله ما بال دجلتك الغيرة أيضا كأنما الفضة البيضاء سائلة أيضا حاجب الشمس يغازلها ريق الغيث يوباكيها وغيرها من الأمثلة كلها من خصائص النمط الوصفي السؤال الموالي متعلق بالتصوير الفني في النص أدرس فنيا أو بلاغيا بعض الصور الواردة في النص من الصور الواردة في القصيدة في البيت الرابع ما بال دجلتك الغيرة تنافسها في الحسني فقد شبه نهر دجلة بالمرأة التي تغار وهنا تشبيه تام مشبه به أداة تشبيه ووجه الشبه سر جمال هذه الصورة هو تقريب المعنى وبيان حال المشبه فهنا بيّن حال نهر دجلة وكذلك أراد أن يوضح من خلال هذه الصورة جمال البركة لأن هناك من يغار من حسنها والجمالها فهي أيضا جميلة أيضا في قوله حاجب الشمس يغازلها ريق الغيث يباكيها كذلك تغني بساتينها كلها استعارات فحاجب الشمس يغازلها استعارة مكنية فقد شبه حاجب الشمس بالإنسان حذف المشبه به وترك قرينا تدل عليه وهي كلمة يغازل على سبيل استعارة مكنية وهنا أيضا أراد أن يوضح جمال البركة أيضا ريق الغيث يباكيها نفس الشيء شبه ريق الغيث بالإنسان وترك حذف المشبه به وترك قرينا تدل عليه وهي كلمة يباكي على سبيل استعارة مكنية وهنا أيضا أراد أن يبين جمال البركة وقت نزول المطر أو الغيث أيضا تغني بساتينها استعارة مكنية فقد شبه البساتين بالإنسان وأنها تستغني عن المطر مطر الصحاب في مياه البركة وهنا أراد أن يبين كثرة مياه البركة والبركة الموجودة فيها كذلك في البيت الخامس والبيت السادس يوجد تشبيه تمثيلي في قوله تنصب فيها وفود الماء معجلة كالخيل جارية من حبل مجريها فقد شبه صورة انصباب الماء بسرعة في هذه البركة بصورة الخيل التي تنطلق مسرعة عندما تنفلت حبالها كذلك شبه أيضا صورة انصباب الماء بسرعة بالفضة البيضاء السائلة في السبائك أي صورة بصورة وهنا يريد أن يبين صفاء مياه البركة إذن صورة بصورة فهو تشبيه تمثيلي إذن هذا بالنسبة للصور تقل الآن إلى أساليب القصيدة ما الأسلوب الغالب على النص وما غرضه البلاغي إذن الأسلوب الغالب هو الأسلوب الخبري غرضه الوصف لأن الشاعر هنا يصف ففي قوله مثلا تنصب فيها وفود الماء معجلة كالخيل جارية من حبل مجريها فهنا الغرض الوصف أو الإعجاب إظهار الإعجاب بجمال البركة أيضا التقرير في قوله صور إلى صورة الدلفين يؤنسها منه زواء بعينه يؤازيها فهنا يقر بجمال البركة وكذلك الوصف السؤال الموالي حدد نوع الأسلوب في البيت الرابع ثم بين غرضه إذن استعمل الشاعر بعض الأساليب الإنشائية مثل قوله في البيت الرابع ما بال دجلتك الغيرة تنافسها في الحسن طورا وأطوارا تباهيها فهو أسلوب إنشائي بصيغة الاستفهام غرضه التعجب فهو يتعجب من غيرة نهر دجلة من جمال البركة كذلك في البيت الأول النداء يا من رأى البركة الحسنة فهنا نداء غرضه كذلك إظهار التعجب من جمال البركة إذن هذا بالنسبة للأساليب ننتقل الآن إلى المحسنات البديعية وكذلك الفاظ وتراكب القصيدة البحتري من رواد مدرسة صنعة اللفظية التي وضع أسسها أستاذه أبو تمام وضع ذلك من خلال دراسة البديع إذن نلاحظ أن الشاعر هنا متأثر بأستاذه الشاعر أبو تمام من خلال كثرة استخدامه للمحسنات البديعية أو ما يسمى بالصنعة اللفظية مثل التصريع في البيت الأول رؤيتها مغانيها إذن هنا التصريع نهاية الشطر الأول والشطر الثاني بنفس الحرف وهذا في البيت الأول من القصيدة كذلك الطباق في البيت الثاني تنشرها تطويها إذن الطباق طباق الإجاب كذلك يغازل يباكي عاصيها دانيها أسافل أعالي وكل هذه المحسنات واردة في نفس البيت الشعري مثل البيت التاسع لا يبلغ السمك المحصور غايتها لبعد ما بين قاصيها ودانيها بالنسبة للغرض من الطباق هو توضيح المعاني أما فيما يتعلق بألفاظ وتراكيب الخصيدة فقد جاءت مناسبة لأفكار الشاعر تتميز بالقوة والجزالة فالشاعر يحسن سبك الألفاظ والمعاني ننتقل إلى الاتساق والانسجام السؤال الأول أكثر الشاعر من استعمال الحروف المختلفة حدد بعضها وبين معانيها إذن الحروف تعتبر من روابط الاتساق وقد استعمالها الشاعر بكثرة من بينها لا وهو حرف نفي كذلك الواو حرف عطف يفيد الجمع مثل قوله وريق الغيث إذن هنا الواو كذلك الفا في قوله فحاجب الشمس يفيد الترتيب والتعقيب كذلك يا الندى في البيت الأول يا من رأى وفي البيت الثاني كذلك يا دمنتان حروف الجر المختلفة كذلك كاف التشبيه في قوله كأنما كذلك كالخيل إذن كاف التشبيه يعتبر من الروابط فهو يربط بين المشبه والمشبه به إذا إذا تفيد الشرط إن حروف التوكيد وغيرها من الحروف الأخرى الموجودة في القصيدة السؤال الموالي هل اتسمت القصيدة بالوحدة الموضوعية علل إذن الوحدة الموضوعية هي من روابط الإنسجام فهو رابط معنوي وقد تحقق في هذه القصيدة إذن الرابط المعنوي هو اتسام القصيدة بالوحدة الموضوعية حيث وصف الشاعر البركة من بداية النص إلى نهايته سؤال الموالي استخدم الشاعر التكرار في القصيدة بين دوره بالنسبة للتكرار يعتبر من روابط الاتساق وكذلك الانسجاب إذن الضمير الذي يعود على البركة وهو الذي كرره الشاعر بكثرة في القصيدة في قوله رؤيتها بهجتها رتبتها تنافسها إذن هذا الضمير الذي يعود على البركة وذلك للتأكيد على معاني جمال البركة والربط بين أجزاء النص فهنا الشاعر يريد أن يؤكد على جمال البركة وهذا في جانب الانسجام والربط بين أجزاء النص وهذا في جانب الاتساق السؤال الموالي ما علاقة العنوان بالنص إذن عنوان القصيدة بركة المتوكل وهو يختصر مضمون النص ببيان جمال البركة ومن خلال ذلك مدح الخليفة المتوكل على الله كل عنوان يعتبر العتبة الأولى لأي نص وهو من روابط الانسجام لأن العلاقة بين العنوان والنص هي علاقة معنوية السؤال الموالي عد إلى النص وعين الروابط التي وظفها الشاعر في بناء نصه ما أثر هذه الروابط على الأفكار التي عبر عنها الشاعر إذن الروابط التي وظفها الشاعر في بناء نصه هي أدوات التوكيد كما رأينا حروف الجر حروف العطف ظروف الزمان ظروف المكان الشرط الإحالة بالضمائر مثل قوله رؤيتها بهجتها رتبتها فهنا إحالة قبلية لأن هذا الضمير يعود على البركة التي ذكرها في بداية النص يا من رأى البركة الحسنى رؤيتها إذن لها إحالة قبلية تعود على البركة كذلك بالأسماء الموصولة وبأسماء الإشارة كلها تعتبر من وسائل الإحالة أما أثر هذه الروابط على الأفكار التي عبر عنها الشاعر واضح في جعلها متسقة ومتسلسلة وواضحة ننتقل الآن إلى آخر مرحلة وهي أجمل القول في تقدير النص ما موضوع هذه القصيدة وما أهم الأفكار التي تناولها الشاعر في هذا النص إذن موضوع هذه القصيدة هو وصف مظاهر جمال بركة المتوكل أما الأفكار التي تناولها الشاعر فلدينا من البيت الأول إلى البيت الرابع البركة الحسنى تفوق البحر رتبة وتضاهي دجلة جمالا من البيت الخامس إلى البيت الثامن هنا يتحدث عن ما البركة الفضي الفياض وصور جمال البركة مع الشمس والغيث ونجوم الليل أما من البيت التاسع إلى البيت الأخير الثاني عشر فهنا سعة البركة ووفرة مائها إذن هذا بالنسبة للأفكار وكذلك الموضوع العام ننتقل إلى السؤال الموالي ما الطريقة التي اتبعها الشاعر في عرض أفكاره إذن اعتمد الشاعر التصوير الحسي فهنا كل التصوير الموجود في النص هو تصوير حسي مثلا لون البركة كذلك صفاء مائها حركة هذا الماء كلها حسية فشبه مثلا سرعة مياهها بالخيل وهو حسي أيضا شبه صفائها بالفضة وهو أيضا حسي وهكذا إذن كل الصور هي صور حسية ووصف صور حسية بالاعتماد على اللون والصوت والحركة سؤال الموالي ربط الشاعر بين أحاسيسه ومظهر البركة إذن هناك ربط بين مشاعر الشاعر وأحاسيسه ومظهر البركة لأنه كان صادقا في التعبير والإحساس بجمالها ننتقل إلى السؤال الموالي وهو متعلق بمظاهر وجوانب الجدة والقدم يعني الجديد والقديم في النص أو مظاهر التجديد والتقليد في هذا النص وهنا قيمة فنية في هذه القصيدة أذكر جوانب الجدة والقدم في النص إذن قلنا قيمة فنية جوانب التجديد أو مظاهر التجديد في القصيدة أولا في ترك الشاعر للمقدماء الطلالية ورغم وجود ما يشير إليها ليست تركا كليا لأن في قوله يا دمنة جاذبتها الريح باجتها فيها إشارة نوعا ما إلى المقدماء الطلالية أيضا وحدة الموضوع سهولة اللغة مقارنة بما سبق إذن تطور غرض الوصف فهنا القصيدة من غرض الوصف ولكن هنا تطور هذا الغرض وذلك بالاستعانة بمظاهر الحضارة العباسية فالشاعر هنا لا يصف مظاهر الحياة البدوية وإنما يصف مظاهر الحضارة العباسية من قصور وبرك وحدائق غنى أيضا أصبح الوصف غرضا قائما بذاته إذن لم يعد يأتي ممزوجا بأغراض شعرية أخرى وإنما غرضا قائما بذاته كل القصيدة في غرض الوصف كذلك سعة الخيال تطور الحياة العباسية وظهور مظاهر المدنية والتحضر أكسبت الشعراء خيالا أوسع من ذي قبل هذا بالنسبة لمظاهر التجديد أما بالنسبة لمظاهر التقليد فتظهر أولا في التصريع التصريع في البيت الأول هو من مظاهر التقليد موجود في القصائد الشعرية القديمة منذ العصر الجاهلي كذلك وحدة البيت أي يمكن التقديم والتأخير بين أبيات القصيدة كذلك يمكن الحذف فيوجد أبيات محدوفة ولكن لا نحس بأن هناك خلل في هذه القصيدة لأنها تعتمد على وحدة البيت أو استقلالية البيت كذلك الوزن والقافية فهي من الأوزان الموجودة منذ القديم وكذلك القافية اعتماد القافية الموحدة أيضا الوصف الوصف غرض شعري قديم إذن يوجد جانب في غرض الوصف في التقليد وهو الغرض الشعري في حد ذاته فهو قديم أما التجديد فيه فهو في مضمون أو المواضيع التي تطرق إليها الشعر فهي مواضيع جديدة في الوصف إذن هذا فيما يتعلق بمظاهر التجديد والتقليد ننتقل إلى سؤال الموالي كيف تبدو شخصية الشعر من خلال الناس وما خصائصه الفنية بالنسبة للشعر فيبدو من خلال القصيدة أنه وصاف ماهر من أحسن الشعراء الذين يوجدون الوصف بمهارة أيضا شعره واضح لا تعقيد فيه بعيد عن المنطق والفلسفة فهو يشبه إلى حد كبير الوصف عند الشعراء الجاهليين بدون تعقيد وكذلك بعيد عن المنطق والفلسفة التي وجدت في العصر العباسي كذلك هو من رواد الصنعاء اللفظية فهو متأثر بأستاذه أبي تمام أيضا سهولة اللغة وصفائها الشعر البحتوري يميل بشدة إلى اللغة السهلة البسيطة الصافية التي لا تعقيد فيها كذلك حسن انتقاء الألفاظ وغيرها من الخصائص الأخرى إذن هذا فيما يتعلق بموضوعنا اليوم أتمنى للجميع الاستفادة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر